بالـ CSS لدينا خاصيتين جداً مهمين واحدة تتحكم بالعرض طبع العنصر والثانية تتحكم بطول العنصر طيب ماذا نبدلون الخاصيتين نحن نتعرف عليهم 100 أهليون سهلين الخاصيتين اللي كنا نتحدث عنهم هنين الويتس والهايط الويتس هو اللي بتحكم بعرض العنصر والهايط هو اللي بتحكم بطول العنصر حتى نجرب هذا الموضوع ونفهم الموضوع أكتر أنا جهازت عندي CodeHTML عبارة عن 3 دفات كل دف فيه بقلبه باراغراف وكل باراغراف بقلبه نص عشوائي اللي هو اللورم وطبعا كل واحد من بناتهم أنا عاطي كلاس A,B,C طبعا هنجرب عليهم كلياتهم خلينا نبدأ بأول دف بس قبل نعمل كولابس له الدون خلينا نحن نشتغل هون كل شغلة هنروح لعند الستايل وقبل نروح لعند الستايل دي نحن خلينا نشوف الشكل كيف طالع هون عنا مجرد عبارة عن كل نص طالع هيك لحاله ما في عنا اي ستايل محطوط لحد الآن هنأتي عند الستايل الستايل.css فنكتب .a حتى نستهدف الكلاسي اللي هو A ونعطيه background color red طيب لما هنروح نشوف النتيجة بكل بساطة هنلاقي انه هذا العنصر اللي هو الدف مثل ما نعرف هو block element فاخد الوث او العرض كلياته كامل من اول الصفحة لاخرها طيب فيني انا اتحكم بهذا الشيء مثل ما نعرف نحن الblock element بياخد صفحة كلياتها الانلاين بياخد مساحة على قده فبما انه هذا الدف هو عبارة عن block element فاخد الصفحة من اولها لاخرها طيب فيني يتحكم بالعرض فيني يتحكم اذا انت مالك محدد له الوث فهو بياخده بالكامل فبكل بساطة هنقول له الوث عبارة عن 400 بيكسل تمام هنعمل سيف نشوف فعلا هو صار لحد هون لعند ال400 بيكسل وغير هيك منلاحظ انه الهيط تبع هذا الدف مأخود اوتو يعني على قد الكلام طيب بركي انا بدي اتحكم كمان بالطول طبع هذا الدف بكل بساطة نجي لهون ومنقل له هايت مثلا 200 بيكسل ونعمل سيف فحتلقي عندي هون صار 200 بيكسل حتى لو ما كان معبه والاهم هيك انه لما انا قلت له 400 بيكسل فالكونتنت محي تخطى ال 400 بيكسل يعني محي يكمل الكونتنت لقدام تمام فلو جينا نحن لهون لنا له انه ننزل هذا كمان نعمل نسخة ثانية منه فحتلاقي فعلا الكلام ما عم يطلع فوق ال 400 بيكسل فهدا الكلام جدا ممتاز بس النقطة وين اذا الويتس انه الكونتنت ما عم يتخطى ال 400 بيكسل طيب هل لو كملنا كتابه هل هيتخطى الهايت اللي نحن حاطينه ونحن حاطين 200 بيكسل هل هيتطلع الكلام لبرا خلينا نجرب مع بعض نعمل تجربة ونعمل سيف هتلاقي فعلا الكلام طلع لبرا بس هو فات ببعضه لانه نحن عنا هون فحنعمل الهدلون كومنت سواني فحتلاقي انه الكلام فعلا نطرع من برا ليش لانه نحن قلنا له الهايت طبعك عباره فقط عن 200 بيكسل بس لو امنى الهايت وعملنا سيف فحلاقي فعلا هو كل ما عم يزيد الكونتنت كل ما عم يزيد معه الهايت لو نرجع نجرب هون نعمل هيك نعمل سيف ففعلا هو عم يزيد معه ولكن اول ما انت تحدد له انه هذا الديف الطول طبعه عباره عن 200 بيكسل بس فالكلام سيطلع لبراته طيب هاد الكلام جدا ممتاز بس خليه نحن نرجعه بس على نص واحد وخلي الهايت مثل ما هو 200 بيكسل طيب حلو كتير في عنا كمان خاصية اسمها الماكس ويتس عنياها اللي سنطبعها نحن هلأ على الدف الثاني اللي عنياها بس خليه نحن نفك الكومنت هون ونخلي الكومنت بس على سيف لابين ما نوصل له طيب هنعمل سيف هنلاقي انه عندي عباره عن براغراف كامل من اول الاخره نحن نقل له .p طبعا بما انه الكلام اسمه بي هون فنحن نعمل على ال b هنقل له background color blue هنعمل ال white كمان شان يبين هنعمل color white white تمام ونقل له هون الماكس ويتس عباره عن 400 بيكسل تمام هنعمل سيف هنشوف فعلا ما في شي اختلاف بناتهم اثنينات هم واقفين عند ال 400 بيكسل اثنينات هم لو بزيد عليهم انا content يعني اذا اجيت لهون وزدت له content سيزيد مع حجم الدف اللي هو فيه ولكن النقطة وين؟ الاختلاف الجوهري هو مع اختلاف الويتس او العرض طبعا صفحة الويب هون سيبين معنا نقطة جدا مهمة سيبين معنا الفرق ما بين الويتس والماكس ويتس طبعا بالماكس ويتس نحن نقل له انه اخر عرضه بتحسن توصله هو الرقم اللي حطيناه فنحن قلناه انه 400 بيكسل هذا اكتر من هيك ما فيه اي content جواته ما هيطلع فول 400 بيكسل وحتى بالويتس فوق فعلا نحن يصير نفس الحكي انه ما هيطلع ال content فول 400 بيكسل ولكن الفرق يصير مثل ما تلكم هو عند اختلاف العرض طبع صفحة الويب كيف يمكننا نشوف النتيجة؟ نحن نعمل click يمين ونروح على ال inspect element حتلاوه نحن لما نعمل هيك فيه فوق عزاوي عم يختلف رقم بالبيكسل هلا هو 556 هلا 546 هذا هو عرض صفحة الويب عنا طيب بما انه نحن نحطينه نهد لونة الدف الأحمر والأزرق بال400 بيكسل فخلونا نحن نوصل لعند 400 بيكسل وشوف شو هيصير معنا اصغر من 400 بيكسل هون لما صارب 300 شوف شو عم يصير لاحظوا بين الدف اللي فوق والدف اللي تحت الدف اللي فوق الويت بما انه نحن نالو ويتس 400 فضل محافظة على العرض مهتم انه يخلي لك يضل قدامك فهتلا يظهر لك شو؟ طلع لك من تحت الشريط انه مشان تشوفه ولكن الماك في ويتس عمل لك انه كمان حدد لك انه الويتس ما يصير طلع فوق 400 بيكسل وغير هيك صاري غير لك بالهيط يعني شوفوا صاري يزيد الهيط شوفوا الازرق كيف عم يزيد الهيط على حساب شو؟ على حساب انه يخلي لك الويتس قدامك بطريقة مرتبة تمام؟ اما لما تقول له انت ويتس 400 بيكسل فهو سبت الويتس تبع الديف تمام؟ شايفين كيف يثبته بغض النظر اذا الويتس تبع صفحة الويب صغير ولا كبر ما عنده اي مشكلة هو خلص يظل وقف على ال 400 بيكسل بدك شوف الكنتنت تنزل تحت هذا الشريط اما الماكس ويتس بيعمل لك نفس الوظيفة بيقول لك انا محخلي لك الكنتنت يطلع برات ال 400 بس بنفس الوقت لو صغرت صفحة الويب لخلي لك الكنتنت قدامك ويرتب لك انا لحالي شايفين كيف هو يرتب لنا الكنتنت لحاله فهذا هو الفرق ما بين الويب والماكس ويتس طيب فعالنا خاصية هي عكس ماكس ويتس اسمها المين ويتس ما من قصد بالمين ويتس؟ يعني هي مينوم ويتس وطريقة شغلها له هي المينوم ويتس انه لو انا عندي الديف مثلا نحن هنا نعمل على الديف لو انا قلت له المينوم ويتس هو عبارة عن 200 بيكسل اللي بيقصد فيه انه لو الكنتنت اللي عندي اقل من 200 بيكسل ما سيقوم بعمل انسى 200 بيكسل وزيد الويب زيد العرض حتى نفهم هذا الموضوع سنأتي له هون على الديف الكلاس ونأتي له style ونأتي له .c ونأتي بـ background color ونأتي بـ color عبارة عن white ونأتي له هون نأتي له الـ main width هنأتي له عبارة عن مثلا 100 بيكسل فخلونا نعمل save ونشوف النتيجة طبعا النتيجة تبعنا هي هذا البيب الاخضر لحلاقي انه صار عكس كرامي بالضبط انه انا قلت له لو انا قلت له الـ main width وعبارة عن 100 بيكسل فمعناها لو الكنتنت اللي عندي اقل من 100 بيكسل ضل عمت عرض لي بـ 100 بيكسل لو الكنتنت عندي فوق الميت بيكسل عرض لي على قد الكنتنت بس هو ما عرض على قد الكنتنت اللي عندي هو فوق الميت بيكسل بس اللي صار هو المفروض يكون الاخضر لهم بس لحد الكلمة إلت ولكن هو كمل للأخير ليش المشكلة هون انه بما انه هذا بلوك ألمنت فمح يزبط مع هذا الكلام الـ main width مح يزبط معه نحن بحاجة انه نعمل هيك تعديل صغير على الـ لحتى يقبل الكلام هذا فبكل بساطة هنأتي هنا على الـ main width ونقول له الـ width تبعك هو fit content فنعمل save ونشوف النتيجة وفعلا انه صار الـ dev هو فقط على قد الكلام طيب ليش على قد الكلام؟ لانه فعليا الكلام اللي كاتبينه احنا نهون فوق الميت بيكسل طيب كيف سيكون منظره اذا كان الـ content اللي عنا اقل من ميت بيكسل لانه حكينا اذا كان اقل من ميت بيكسل سيضل عارض ليه على ميت بيكسل حتى لو كان الكلام اللي بيقلبه قليل فنجي لهون عند الـ index ومسلا نشيل هذا الكلام كله ونعمل save فعلا هو عرض ليه فقط على قد الـ ميت بيكسل حتى لو انه الكلام هو اقل من الميت بيكسل تمام الكلام اقل من ميت بيكسل فضل عرض ليه على ميت بيكسل لو زاد الكلام لحي يطلع فوق الميت بيكسل فنرجع الكلام هذا مثلا لحد هون ونعمل save ففعلا ساوليه لحد هون فهذا هو الـ width وهذا هو max width وهذا هو min width طبعا متما عرفنا انه الـ width و max width اثنياتهم بيحددو لنا او يعني منحسن نتحكم بعرض العنصر اللي عنا بس الفرق بين الـ width و max width انه لما العرض طبعا صفحة الويب يصغر max width بيصير هو بيزيد الـ height على حساب شو يخليلك الـ content قدامك اما الـ width لما نقل له خلص الـ width 400 بيكسل فحيضل 400 بيكسل حتى لو صغرت الشاشة وكبرت لح تلاقي طلع لك الشريط من تحت منشان انت تروح وتجي عند الـ content وتشوفه وكمان لا ننسى شغلة جدا مهمة انه لما يكون عنا عنصر مثل الـ dev مثلا وكاتبين بقلبه content وهذا الـ content كلما عم يكتر كلما عم يطول العنصر ولكن لما انا قال له انه height هو عبارة عن 200 بيكسل وهذا العنصر يضطر انه يكتب يعني يوصل لفوق 200 بيكسل بالـ height فلاح تلاقيه هو طلع من برات البكسل انت اغاطية طلع من برات 200 height وبلش عم يكتب لتحت مثل ما صار معنا بأول مثال ساوينا وهذا هو الدرس بكل بساطة وان شاء الله يكون هكي عجبكم لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي اياه ولو عندكم اي شيء حابين تشاركوا تاخدوا رأيي فيه من كود او من شيء عم تشتغلوه اكتبوه او نزلوا الكود او نزلوا النتائج عندي على جروب الفيسبوك ونشوف شو عم تشتغلوه ونشوفكم الدروس الجاي سلام شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر